بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح علشان نصلي القداس الإلهي لازم بنرتدي ملابس خاصة بالخدمة وده كان أمر من ربنا في العهد الأديم أنه يصنع لهارون رئيس الكهنة وأولاده من الكهنة واللاويين رجال صبط لاوي اللي هم زي الشمامسة دلوقتي يصنع ليهم ملابس خاصة يرتدوها في وقت الخدمة فنلاقي كده أن ربنا بيقول لموسى في سفر الخروج إصحى 28 اصنع صيابة مقدسة لهارون أخيك لمجد والبهاء صدرة ورداء وجبة وقميز مطرز وعمامة ومنطقة ليكهن لي فبالأمر الإلهي ده كان عليهم أنه هم يلبسوا ملابس كهنوتية خاصة تلائم مجد الخدمة ومجد الكهنوت اللي ربنا إدى للي بيخدموه والملابس دي للمجد والبهاء زي ما قال ربنا يعني للإجلال علشان تليك بمجد ربنا اللي يجب ليه السجود وأنه يعبد في زينة مقدسة زي ما علمنا الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الأول إصحى 16 فنقدر نقول إن كهنوت في الكنيسة بكل تفاصيله وملابسه وطأسه هو بيحمل صورة كهنوت السيد المسيح اللي هو رئيس الكهنة الأعظم وعمله الرعوي فالمسيح هو الكهنة الأعظم وأسكف نفسنا زي ما علمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى والملابس دي بتكون كلها ترمز للسيد المسيح ما نعرفش نفهم قطع الملابس الكهنوتية الخاصة دي إلا لما نحط فيها المسيح لأنه الكاهن بحلته الكهنوتية بيمثل أو بيحمل سمات السيد المسيح وبيستمد منه كهنوته فالملابس للمجد ولا البهاء مش بهاء ولا مجد الكهن الخاص لكن مجد وبهاء السيد المسيح نقدر نقول أن الكاهن أيكونة المسيح رئيس الكهنة وارتداء الكاهن للحلة الكهنوتية بترمز إلى أن الكاهن بيلبس المسيح شخصيا زي ما علمنا بولوس الرسول في كتاب المقدس وللسبب ده فالسياب الكهنوتية دي مقدسة وما بينفعش حد تاني غير كاهن أنه هو يستعملها والكاهن بارتداءه الحلة الكهنوتية بيفكرنا إزاي أنه بيقف وسيط ما بين الإنسان وما بين الله جسر بيعبر عليه أو بيصعد عليه تقدماتنا وصلواتنا لربنا وينزل من عليه النعمة والمعونة والمواهب من عند ربنا لأفراد الشعب في الكنيسة فمن هنا كان لازم وإحنا بنصلي الأداس لازم نرتدي ملابس كهنوتية خاصة كل الإكليروس يلبسوها في وقت خدمة الأداس يعني إكليروس؟ كلمة ممكن نكون بنسمحها كتير الإكليروس معناها أو جاية من الكلمة الإبطية إكليرونومية إكليرونومية ومعناها بالعربي الميراس يعني نقدر نقول إن الإكليروس هم الناس اللي اختاروا ربنا نصيب ليهم وأصبح الميراس الوحيد اللي هم بيسعوا إليه هو ميراس ملكوت السماوات فهم رجال مقرسين لربنا تماما ما لهمش أي وظيفة أخرى غير المساهمة في بناء الملكوت في قلوب المؤمنين من خلال الخدمة والتعليم والرعاية هما دول الإكليروس وبحسب الكتاب المقدس كنستنا الإبطية فيها ثلاث رتب كهنوتي كلهم لابد أن هما يرتدوا ملابس الخدمة الكهنوتي في وقت القدس الرتبة الأولانية هي رتبة الأسكوفية ودي بتتكون من ثلاث درجات الدرجة الأولى أو العليا البابا الباتريارك أو الأب الرئيس وبنقول بابا باتريارك لأنه زمان في تاريخ الكنيسة كان ممكن مجموعة كنايس شقيقة كل كنيسة يبقالها أب باتريارك ويرقصهم بابا زي كده الكنيسة الإبطية في مصر والسودان كنيسة إريتريا كنيسة إسيوبيا كان فيهم باتاركا ويرقصهم بابا الإسكندرية عشان كده احنا بنصلي في الكنيسة وفي القدس بتاعنا ونقول بابا وباتريارك ورئيس أساقفة المدينة العظمة الإسكندرية دي أول درجة في رتبة القس الأسكوفية الدرجة الثانية هي المطران أو الميترو بوليتيس أو صاحب المدينة الأم برضو زمان كان في تاريخ الكنيسة يبقى مجموعة أساقفة بيرقصهم الأب المطران أو بيدبرهم الأب المطران والدرجة الثالثة هي الأسكوفية الإبسكوبوس أو المراقب اللي هو بيكون مسؤول عن مجموعة أو منطقة جغرافية فيها مجموعة كنيس دي الرتبة الأولى رتبة الأسكوفية الرتبة الثانية هي رتبة القسيسية وفيها درجتين الدرجة العليا هي الكوموس أو الهيغومينوس أو المدبر وبرضو كان زمان في تاريخ الكنيسة أنه الكنيسة يبقى فيها مجموعة كصوص ويدبرهم كموس أو مجموعة كصوص في مجموعة كنيس ويدبرهم أيضا كموس والدرجة الثانية هي القس أو بريسفيتيروس أو شفيع الرتبة الثالثة في درجات الكهانوت في كنيستنا هي رتبة الشماسية ودي عبارة عن خمس درجات الدرجة الأولى أو العليا رئيس الشمامسة الأرشي دياكن وبعده شماس أو دياكن بعده مساعد شماس أو إبي دياكن وبعده الأغنستوس اللي هو القارئ وآخر الرتبة اللي هي إبسالتوس أو المردل دول الثلاث رتب كهانوتية في كنيستنا بالدرجات المختلفة بتاعتهم كل دول لازم يلبسوا ملابس خاصة أثناء صلاة الأداس عبارة عن إيه الملابس الخاصة دي إيه أجزاءها أو إيه القطع بتاعتها أول قطعة من الملابس دي هي التونية دي الأساس للرتب الكهانوتية كلها دي اللي لازم كل الرتب الكهانوتية في الأداس تلبسها التونية وتونية عبارة عن توب أبيض مطرس بالسلبان من على الأكمام والصدر والضهر وهي بتشير إلى توب المسيح اللي عملوا عليه قرعة في وقت الصلب ودايما فتحة التونية بتكون من على الأكتاف علشان ما تبقاش أو تبقى بعيدة عن فتحة الوسط من يبقاش متشبهين بقيافة رئيس الكهنة اليهودي اللي شق هدومه في وقت محاكمة السيد المسيح قال يعني هو جذف والراجل معترض على تكديفه فأحنا مش بنعمل أبدا تونية الفتحة بتاعتها من النص بنعمل فتحة التونية من على الأكتاف ولما الكاهن بيلبس التونية بعد رشمها بيصلي مضمور 29 أعظمك يا رب لأنك احتضنطني وكمان مضمور 92 الرب قد ملك ولبس الجلال ده أثناء لبس التونية ارتداء التونية البيضة رمز لي القداسة والطهارة وده الحارس علي قولهنة سفر الجامعة أصحاح 9 لما قال لتكن سيابك بيضاء ولا يعوز رأسك دهن يعني ما تعملش خطية تستوجب أنك تقدم زبيح كمان لبس التونية دليل على النقاء والاستعداد الداخلي للقيام بخدمة الزبيحة والمزبح وأيضا لبس التونية البيضة رمز للبر مش البر الزاتي بتاع الكاهن ولكن بر المسيح اللي أخده من السيد المسيح نفسه في تجسده وده اللي بيأكد عليه ربنا في سفر زكريا يعني لما نروح كده لسفر زكريا الإصحاح الثالث نلاقي موقف أن ربنا بيختار كاهن اسمه يهوشع فربنا ورى رؤية لزكريا عن اختيار الكاهن يهوشع فيقول كده كان يهوشع لابسا سيابا قذرة وواقفا قدام الملاك والملاك ده اللي هو الله شخصيا فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا يعني الناس اللي وقفين حواليه قال لهم إيه قال لهم انزعوا عنه السياب القذرة وبعدين ربنا وجه كلامه ليهوشع نفسه وقال له انظر قد أذهبت عنك اسمك وألبستك سيابا مزخرفة فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه سيابا وملاك الرب وقف رؤية بتوضح انه اللي هيقف يكهن او يقوم بخدمة كهنوتية قدام ربنا لازم يبقى لابس ملابس خاصة اللون الابيض كمان بتاع التونية يعني ليه ما عملناش تونية ألوان مختلفة ليه عملنها أبيض بس الحقيقة ليه أسباب كتير السبب الأولاني انه اللون الابيض يليق بالله اللي قال عنه مزمور مية واربعة اللابس النور كثوب وقال عنه سفر دانيال اسحاح سبعة لباسه أبيض كالسلج وشعر رأسه كالسوف النقي وقال عنه سفر الرؤية اسحاح واحد اللي حان شافه شاف ربنا رأسه وشعره أبيضان كالسوف الأبيض كالسلج فاللون الابيض هو لون الله يليق بالله سبب تاني ان اللون الابيض هو لون المسيح في تجليه سيد المسيح لما تجلى على جبل طبور قدام تلاميذه يقول كده تغيرت هيئته قدامهم وعضاء وجهه كالشمس وصارت سيابه بيضاء كالنور زي ما قال لنا متى سبعتاشر سبب تالت ان اللون الابيض هو لون الملايكة وقت ظهورهم للبشر يعني كده نفتكر موقف قيامة السيد المسيح يقول ظهر ملكان للنسوة بلباس أبيض كالسلج زي ما قال لنا لوقة 24 وفي وقت الصعود برضي يقول في مكانه يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بلباس أبيض زي ما بيقول لنا سفر الأعمال إصحاح واحد كمان يحنى الرائي شاف الأربعة والعشرين شيخ أو قصيس كهنة الحق متسربلين بسياب ضيط حول العرش زي ما سجل لنا في رؤية أربعة فاللون الأبيض هو لون الملايكة وقت ظهورهم للبشرية أو لونهم في السماء سبب رابع أن بنختار التونية بلون أبيض أنه اللون الأبيض ده هو لباس المفديين في السماء زي ما قال لنا كده سفر الرؤية متسربلين بسياب بيط والسيد المسيح وعد الغالبين أو الكنيسة المنتصرة أنه هما يلبسوا كمان سياب بيط زي ما قال لنا في رؤية رؤية ثلاثة عشان كده التونية اللي هي القطعة الأساسية في سياب الكهنوت في كل الرتب الكهنوتية بنختارها باللون الأبيض إيه كمان باقي قطع خلونا بنعمة ربنا نتكلم عنها في الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد الدائب إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر